ازاكم شباب عامليني اتمنى تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن واحدة من المنح الدراسية المقدمة للدراسة في الولايات المتحدة الامريكية. وهي منح جامعة ميامي اللي بتقدم لك العديد من المميزات. واخلال الفيديو بتاعنا هنتعرف على التفاصيل والمميزات والقليات المتاحة والمستندات المطلوبة. وهنشوف مع بعض شرح طريقة التديم على المنح خطب وخطوة. فلو انت مهتم بالفيديو. عايز تسفيد من الفيديو وتعرف بزي تقدم بنفسك. تابع الفيديو بالمداية للنهاية. ولو عندك اي سؤال او يصفصار انا مذكرتوش في الفيديو بتاعنا. اتفضل انزل سيفه في كومنتات. هحاول رد عليكم جميع من قدر الامكان. او ممكن تتوجه لصفحة الفيس بوك الخاصة بنا دكتور المنع. وبتقدر تسيب استفسارك عبر رسالة الصفحة والفريق بتاعنا بيرد على حضرتك. ياريت ما تنساش لو استفادتو من الفيديو تدعمنا بلايك. لو لسه مشاركتوش في قناة تشترك. ويلا بينا نروح على الطب بتاعنا. نشوف كل حاجة بالشرح العام. ازيكم شباب مرة تانية وزي ما قلنا بنتكلم عن منحة جامعة ميامي للدراسة في الولايات المتحدة الامريكية. طبعا الدولة المصادفة هي امريكا. واسم المنحة هي منحة جامعة ميامي. ومكان الدراسة طبعا هيكون جامعة ميامي لان المنحة دي منحة جامعية مقدمة من جامعة نعم. طبعا الدرجة العلمية اللي بتقدر تحصل عليها هي درجة وطبعا اي طالب من اي دولة يقدر يقدم عن منحة دي. طبعا اخواتنا العرب اللي بيتفرجوا علينا من اي دولة عربية من اي دولة عربية لتالت مرة من اي دولة عربية بتقدروا تقدموا عن منحة دي. مش طالبة منك سن محدد واخر معادلة التقديمها يكون واحد نوفمبر عشرين اثنين وعشرين. بالنسبة لكليات والتخصصات المتاحة حضرتك شايف هنا معايا كل البرامج اللي موجودة هنا والقليات دي تقدر تقدم عليها من داخل الخاص بالمنحة زي ما حضرتك شايف هنا معي. طيب ايه هي مميزات المنحة والتوميل? المنحة دي بتغطي لك جميع مصاريف الدراسة كاملة. كمان بتوفر لك السكن مجاني. بيكون في بدلات طعام. بيكون في تأمين صحي. بتوفر لك طبعا مصاريف الكتب الجامعية. اما بالنسبة للمساعدات المطلوبة للتعديم على المنحة دي. فانت بتملأ الخاص بالمنحة. وطبعا هيكون طلبين منك صورة من شهادة تخرج بان درجات اخر مؤهل دراسة حصلت عليه. وبما انك بتقدم على باكالوريوز فيكون مطلوب منك شهادة السنوية العامة. طبعا خطابات التوصية مطلوبة. لو انت عندك اي انشطة تعليمية بيكون مطلوبة منك. وكمان في نموزج الشهادة المالية ده بيكون مطلوب منك انك انت تملى. تمام? ده الموقع الرسمي الخاص بالمنحة جروبنا على تليجرام. قناتنا على تليجرام واحد من جروباتنا على واتساب. لو حابب انك انت تشترك معنا في اي جروب دي حاجة طبعا تشرفنا. وانا لو انت حابب انك انت تقدم من خلالنا بتضغط لتقديم من خلال في دكتور المنح. يفتح معك الابليكيشة الخاص بينا. بتعملها الابليكيشن. بيتم التواصل مع حضرتك من قبل فريقنا. طيب بعد كده ده الموقع الرسمي بتضغط عليه بتفتح معك الصفحة الرسمية الخاصة بمنح جامعة ميامي. واللي من خلالها بتقدر تطلع على جميع المنحة الدراسية المقدمة من جامعة ميامي. وممكن انت هنا تدور على كل حاجة حابب انك انت تقرها اي حابب ان انت تتأكد منها من خلال الموقع الرسمي الخاص بمنحة. ودلوقتي مع بعض هنشوف شرح طريقة التقديم على المنحة اللي كنت عاملها سبقا. هي نفس شرح طريقة التقديم بتاعت السنة دي. لو انت عايز تستفيد منها تابع شرح طريقة التقديم واريت ما تنساش تدعمنا باللايك الجميل بتاعك. نفسك. وهنا بعد ما فتح معنا الموقع الرسمي الخاص بالمنحة. دي اللي هي لو انت عايز تجيب التخصصات او البرامج المتاحة فانت كل اللي عليك انك هتيجي هنا عند وهتيجي هنا عند وهتضغط عليها وتفتح معاك كل التخصصات المتاحة او المجالات المتاحة زي ما انت شايف هنا. طيب ازاي هجيب انت كل اللي عليك هتيجي هنا عند وهتيجي هنا معايا. هتضغط مثلا على بعد كده هتحولنا على الصفحة اللي هنبدأ من خلالها ولكن عايزك تركز معي في حاجة هنا. انت دلوقتي لو انت طالب سنوية عامة وخلصت الدراسة بتاعتك وعايز تروح تبدأ دراسة من الاول. لو انت مسلا طالب في البكالوريوس في سنة تانية او في سنة تالتة وعايز تبدأ دراسة من الاول. فانت هتيجي هنا وتضغط على طيب لو انت مسلا في السنة التانية من الجامعة بتاعتك او السنة التالتة او حتى في السنة الاولى وعايز تروح تكمل الدراسة بتاعتك هناك. فانت هتضغط على طيب انا هنا هشرح في حالة ولو انت طالب جماعي وبتقدم وعايز تكمل دراستك هناك وبتقدم على ووقفت معك حاجة ممكن تسيبها لي في كومنت وانا هجاوبك عليها. طيب هنيجي نضغط مع بعض هنا على بعد كده بتفتح معنا الصفحة دي. لو انت كنت عامل قبل كده فانت كل اللي عليك انك هتيجي تدخل الايميل بتاعك هنا. وتدخل الباسورد بتاعك هنا. طيب لو احنا اول مرة بندخل وعايزين نعمل فانت هنا بتلاقي كاتب لك وهنا طبعا احنا زي ما اتفقنا. فاحنا كل اللي هنعمله هنيجي هنا ونضغط على عشان خاطر نعمل حساب جديد. وبرضه هنا بيسألك تاني فاحنا برضو هنختار بعد كده هنا بيقول لك هنا انت بتدخل الايميل بتاعك وتأكد ان هو يكون ايميل شغالك لان غالبا في المنحة دي انت هتتعامل معهم فقط عن طريق الايميل. وانا بتدخل الايميل مرة تاني وهنا انت بتدخل الباسورد وعلشان خاطر تكتب باسورد صحيح لازم يكون في عندك اللي هو حروف كابيتل وحروف سمول. وكمان يكون فيه ارقام وكمان يكون فيه علامات زي علامة النجمة علامة الناقص. علامة البلاس. ايا كانت العلامة اللي انت عايزت تحطيها. هو هنا كاتب لك برضو شروط الباسورد. وهنا انت بتدخل تاني. هنا انت بتدخل اسمك يريد ان اسمك زي ما موجود في ستبورد. وهنا بتدخل اللي هو الاسم الاخير ليك. بعد كده هنا انت بتدخل رقم تلفونوك. هنا بتدخل تاريخ ميلادك. هنا انت بتضغط على وبتبدأ تدخل عنوان بتاعك. بعد كده هنا هو بيقول لك هل انت عايش حاليا في دولة من دول الاتحاد الاوروبي او عايش في اي دولة من دول او في فاинت لو عايش فعلا تضغط ياس لو لا بتختار بعد كده هنا بيقول لك انت ناوي تبدأ دراسة امتى? فانت مسلا هنا بتختار انك عايز تبدأ دراستك في عشرين واحد وعشرين بتضغط عليها بعد كده بتيجي بتعمل تشك على المربعات دي. لو انت متفق مع الخاصة بالمنحة دي. بعد كده بتضغط على وبعد ما بتضغط على بيبتح معك مباشرة. ومن هنا هنبدأ مع بعض بتاعنا. وعايزك تركز معايا في خطوات التقديم خطوة بخطوة. علشان خاطر هقول حاجات مهمة. ومن ضمن الحاجات المهمة دي ازاي نتعدى مشكلة فيه. يعني ازاي نقدم بتاعنا من غير ما ندفع السبعين دولار اللي هو طالبهم. طيب اول حاجة هتيجي معايا هنا وهتضغط على هتفتح معاك الصفحة اللي احنا هنشوفها مع بعض دلوقتي. هو هنا هتلاقيه كاتب لك على الشمال. تمام? انت هتملأ معايا كل دي. هو شوية ولكن المعلومات سهلة وبسيطة هنعرفها مع بعض واحدة واحدة. طيب اول حاجة هنا بالنسبة هنا هتدخل اسمك. هنا هتدخل اسمك الرابع. وخلي بالك اي حاجة عليها النجمة الحمرة دي. فانت لازم تملاها. لو انت عايز تكتب بتاعك هنا ممكن تكتبه. بعد كده هنا لو انت عندك او انت عايز تكتبه ممكن تكتبه. بعد كده هنا بيقول لك هل انت عندك اسمك اخرى فانت بتختار ياس او نوع على حسب انت عندك اسمك اخرى ولا لا. بعد كده هنا انت بتختار سواء ذكر او انسة. بعد كده هنا انت بتدخل تاريخ ميلادك وبعدين بتضغط على علشان خاطر ندخل على مرحلة الادرس. بعد كده هتيجي هنا وتملى العنوان بتاعك بتضغط هنا على ادرس وهنا بتيجي تختار الدولة بتاعتك. انا مسلا من مصر فهاجي هنا هكتب ايجيبت هاختار مصر. وبعد كده بجزء الادرس في انت هنا بتيجي تكتب المحافظة اللي انت عايش فيها. مسلا هنا هكتب هنا اسیوط. فانا هنا هلقيه طلع لاسیوط فهضغط عليها. بعد كده هضغط على بعد كده هنا بيقول لك اكتب لي مثلا عنوان الشارع. فانت هنا بتكتب اسم الشارع بتاعك. وبعد كده هنا انت بتدخل اسم المدينة وبعد كده المحافظة والبوستل كود وازاي تجيب البوستل كود تاني انت بتروح على جوجل وبتكتب بوستل كود زايد اسم المنطقة اللي انت عايش فيها بيطلع لك البوستل كود بتكتبه هنا بعد كده بتضغط على بعد كده بتيجي في الجزء ده هو هنا بيقول لك هل انت عندك عنوان مختلف او عنوان بوستة مختلف لو انت عندك عنوان بوستة مختلف فانت بتختار الاختيار التاني لكن لو انت ما عندكش عنوان بوسط مختلف وهو هو نفس الانوان ده. فانت بتختار بعد كده بتيجي بتضغط على علشان خاطر يدخلنا على الجزء الخاص بالقونتاكت بعد كده ده جزء هو كل اللي طالبه منك هنا انك انت تختار عايز تدخل رقم تليفون المنزل ولا عايز تدخل رقم تليفون الموبايل. بس كده ما فياش اي حاجة. وبعد كده بتضغط على علشان خاطر يدخلنا على الجزء اللي بعد كده. بعد كده ده الجزء الخاص هو هنا بيسألك اسئلة عادية ده مسلا سؤال بيخص الديانات. بعد كده السؤال ده هنا بيقول لك لو انت مسلا بتخدم في الجيش ولا لا. بعد كده هو هنا بيسألك بيقول لك هل انت اسباني او لاتيني فلو انت من اسبانيا او من اي دولة لاتينية فانت بتختار ياس لو لا بتختار نو. بعد كده لو انت عايز تجاوب السؤال ده ممكن تجاوبه لو مش عايز لا. بعد كده هنا انت بتعمل تشك على المربع ده اللي هو انت راضي بكل الاجابات اللي انت جاوبتها. بالمناسبة هنا في اسئلة مش عليها النجمة الحمرة لو انت مش عايز تجواب ومعادي جدا ما تجاوبهمش. مش بيأثر عليك في اي حاجة. ولكن لازم تعمل تشك على المربع ده. وبعد كده هتيجي تضغط على علشان خاطر ندخل على المرحلة اللي بعد كده. دي الجزء الخاص بي اللي هو المكان او المنطقة اللي انت عايش فيها. هو هنا بيسألك عن الدولة. هنا بيسألك عن المدينة. هنا بيقول لك هل انت عيشت في الولايات المتحدة قبل كده? انا بالنسبة لي مسلا سفرت الولايات المتحدة قبل كده. فانا هنا بيختار ان انا عيشت فيها اقل من سنة. ولكن انت مسلا لو ما عيشتش فيها خالص فانت ممكن تختار زيرو. ولو انت عيشت فيها عدد سنوات محدد انت ممكن تختار من هنا. وزي ما قلت لك لو ما عيشتش خالص ممكن تختار زيرو عادي جدا. بعد كده هنا بيقول لك عدد السنوات اللي انت عيشتها برا الولايات المتحدة الامريكية. طبعا انت مسلا اتولدتها وعايش في دولة تاني فانت بتفتح السهم وبتختار. بعد كده بتيجي وبتضغط على وده الجزء الخاص باللغات هو هنا بيقولك عدد اللغات اللي انت بتتكلمها. فانت بتيجي بتفتح السهم هنا وبتختار عدد اللغات اللي انت بتتكلمها. بعد كده هنا مسلا انا اخترت اللغتين فاول هنا فتح لي اجزاء خاصة باللغتين. اول لغة بالنسبة لي مسلا لغة العربية دي اللغة بتاعت اللي انا بتكلمها. فانا هنا اختارت ان هي وهنا اختارت ان انا بتكلمها بطلاقة. بقى راها بطلاقة بكتبها بطلاقة. وهنا اللي هي انا بتكلمها في الدولة بتاعتي. بعد كده هنا بالنسبة للانجلش. مسلا بتاعتي فانا مختارتش هنا مربع ده. طبعا انا مسلا بتكلم انجلش بقى ارى انجلش بكتب انجلش ولكن انا مش بتكلم انجلش في الدولة بتاعتي. فانا مختارتش الاختيار ده. كل واحد يختار على حسب الاختيارات المناسبة بعد كده هتيجي تضغط على بعد كده هنا ده جزء خاص انت كل اللي عليك بتيجي في اول سؤال هنا هو بيقول لك فانت بتفتح السهم لو انت عندك مسلا جنسيتين لو انت جنسيتك امريكية لو انت عندك اقامة في دولة تانية فانت ممكن تختار على حسب الاختيار المناسب لو انت مش منطبق عليك اي حاجة من دول فانت بتختار ازر بعد كده هنا بيقول لك او يعني لو انت عندك جنسية واحدة او جنسيات اخرى انت ممكن تكتبهم هنا بعد كده هنا بيقول لك هل انت دلوقتي معاك فيزة امريكا لو معاك بتختار ياس لو مش معاك بتختار نو بعد كده هنا بيقول لك انت ناوي تقدم على اي فيزة طيب انت ممكن تفتح السهم هنا لو انت عايز تقدم مسلا على فيزة دراسة هي بتكون ده انا عارف كويس ان فيزة الدراسة في امريكا بتكون لو انت مش عارف ممكن تسيبها فاضية مش هيطلبها منك عادي جدا وهتضغط على بعد كده هتيجي معايا في الجزء ده وعايزك تركز معي في الجزء ده لان هو ده الجزء اللي هيحدد سواء انت هتدفع السبعين دولار بتاعت اللي هي رسوم ولا مش هتدفعها. هو هنا بيقول لك ان اعضاء جامعة ميامي عايزين يعرفوا اذا كانت اللي هي رسوم هل هي حاجز بالنسبة لك ولا لا? هل ظروفك المادية هتمنعك من انك تدفع السبعين دولار? فانت هنا هتيجي تختار ياس لو انت مش عايز تدفع السبعين دولار اللي هم رسوم التعديم بتاعت الابليكيشن. طيب انت بمجرد ما بتختار ياس هو هنا بيجي اسألك شوية اسئلة بيقول لك ايه السبب اللي انت مش هتقدر علشانه تدفع السبعين دولار دولار. فانت هتيجي تقرأ الاسباب الموجودة هنا والسبب اللي هو متطابق عليك هو السبب اللي انت هتختاره. طبعا هنا انا مختار اي اختيار علشان خاطر اكمل معاك يعني مش هو ده الاختيار اللي انت هتختاره. انت بتختار على حسب الحالة بتاعتك. لو عندك اكتر من سبب انت ممكن تختار اختيارين تختار تلات اختيارات تختارهم كلهم على حسب الظروف بتاعتك على حسب الاسباب بتاعتك انت بتبدأ تختار. بعد كده انت هتيجي معايا هنا بيقول لك فيه هو عايز الامضة بتاعتك فانت هنا انت بتكتب اسمك. بعد كده هتيجي تنزل معايا هنا. السؤال ده انت سيبه ما تحطش فيه اي علامة لانه هو هنا بيقول لك اللي هما الطلاب الامريكيين فقط. بعد كده هتضغط على بعد ما خلصنا الجزء الخاص بعد كده بيدخلنا على الجزء التاني من بتاعنا وهو الجزء الخاص طيب اول حاجة هنا بيقول لك هل والديك متزوجين منفصلين ايا كانت الحالة بتاعتك انت بتختار من هنا. بعد كده هو هنا بيقول لك انت عايش مع مين حليا او عايش في البيت مع مين فانت بتفتح السهم وبتختار لو انت عايش مع احد والديك عايش مع والديك الاتنين برضو بتختار على حسب حالتك انت كل واحد يشوف الظروف بتاعت ويختار ما تختارش الاختيارات اللي انا مختارها على حسب ظروفك انت بتختار. بعد كده هنا بيقول لك في حالة انك متزوج وعندك اطفال فانت بتختار ياس. لا لا بتختار. بعد كده هنا بتيجي بتضغط على هنا طبعا بيقول لك بالنسبة اللي هو اللي هو مسلا هتدخل معلومات عن والدك. فانت هنا بيقول لك يعني هتفتح السهم هنا وتختار اذا كان والدك او والدتك. بعد كده هنا هل هو على قيد الحياة فانت بتفتح السهم وبتختار. بعد كده هنا المسمى بتاعه برضو بتفتح السهم وبتختار. بعد كده بتكتب اسمه هنا وبتكتب هنا الاسم الرابع. بعد كده هنا انت بتختار الدولة بتاعته. لو انت عايز تكتب الامييل بتاعة ممكن تكتب لو مش عايز خلاص. لو انت عايز هنا تختار وسيلة اتصال فانت بتختار اي وسيلة من دول. بعد كده هنا بتدخل رقم تليفونه. وبعد كده هنا بيساquency بيقولك هل عنوان والدك هو نفس العنوان اللي انت عايش فيه? فانت لو عايشين في نفس المكان مع بعض بتختار زي السيام ازي الى هو نفس العنوان بتاعي. لو مسلا في عنوان تاني هتختار ادريس لو انت مش عارف فانت هتختار اعano. بعد كده هنا بيقول لك اللي هو مسلا بيشتغل ايه? وبعد كده هنا اللي هو اللي هو مسلا متوظف ولا عاطل الخاص بوالدك او اللي هو مسلا المسمى الوظيفي بتاعه. بعد كده هنا بيقول لك هل والدك مازال يعمل حاليا ولا هو متقاعد? وبعد كده هنا بيسالك عن اللي هو المستوى التعليمي الخاص بوالدك بتفتح السام وبتختار المستوى التعليمي الخاص بوالدك. بعد كده هتضغط على يدخلك على الجزء الخاص. لو مسلا هتدخل معلومات عن والدتك. هتكون نفس المعلومات اللي انت بتدخلها هنا ولكن مسلا عن والدتك. بعد كده هنا ده بالنسبة للاشقاء اللي هم اخواتك بتبدأ تدخل معلومات عن اخواتك. وبعد ما بتخلص الجزء الخاص بي واللي هو الاشقاء. بندخل مع بعض على الجزء التالت في بعد كده بنيجي للجزء التالت في طيب اول حاجة هنا انت هتدخل اسم المدرسة السنوية بتاعتك. بعد كده هنا تاريخ دخولك المدرسة السنوية. بعد كده هنا بيقول لك هل المدرسة السنوية دي كانت خارج الدولة بتاعتك? فلو هي كانت خارج الدولة بتاعتك بتختار ياس? لو لا بتختار نو. يعني مسلا لو انت مصري وخدت السنوية العامة بتاعتك في السعودية على سبيل المثال او في دولة تاني فانت مسلا بتختار هنا ياس. لو انت خدت السنوية العامة بتاعتك في مصر فانت هنا بتختار هنا بعد كده بيقول لك هل انت اتخرجت فلو انت فعلا اتخرجت بتختار هنا مسلا انا كاتب ان انا لسه ما تخرجتش من السنوية العامة فهو هنا بيقول لك اللي هو تاريخ التخرج بتاعك فانت هنا هتكتب تاريخ التخرج بتاعك وهتكتبه شهر سنة يعني مسلا هتتخرج في شهر اغسطس عشرين عشرين بعد كده هو هنا بيسألك بسؤال بيقول لك هل انت هتخلص المدرسة السنوية بتاعتك او اي مدرسة معادلة لمدرسة السنوية فانت بتفتح السهم هنا وبتختار بعد كده هنا بيقول لك التاريخ برضو بتاع التخرج فانت هنا تكتب تاريخ التخرج شهر السنة بعد كده هو هنا بيقول لك احكي لنا عنه الظروف بتاعتك في المدرسة السنوية فانت بتبدأ مسلا تحكي له عن ظروفك في المدرسة السنوية مستوى كان عامل ازاي الدرجات اللي انت كنت بتحصل عليها هو هنا بيقول لك بحد اقصى متين وخمسين كلمة ويريد تركز في الكلام اللي انت هتكتبه لان المقالات دي هي اللي بتفرق معك في اختيارك والقبول بتاعك في المنحة. بعد كده هو هنا بيسألك وبيقول لك هل انت هتخلص السنوية العامة بتاعتك في المعد المحدد ولا هيكون في اي تغيير او لو انت مسلا تعمل كبير اللي هي مسلا تاخد سنة من غير ما تدرس فانت على حسب حالتك هتختار لو ما فيش اي حاجة هتحصل فانت هنا بتختار بعد كده هنا انت بتدخل بيانات عن الشخص اللي هيكتب لك خطاب التوصية بتاعك هنا بتكتب الاسم بتاعه هنا بتكتب اللي هو اسم الرابع هنا انت بتكتب المسمى الوظيفة بتاعه هنا بتكتب الايميل هنا بتكتب رقم التليفون بعد كده بتضغط على طيب علشان خاطر بحاول بقدر الامكان ما طولش عليك وقت الفيديو هو هنا بيقول لك لو انت لتحقت باي مدارس سنوية تانية فانت هتدخلها هنا يعني مسلا كنت في مدرسة سنوية في الصف الاول السنوي وبعد كده حولت المدرسة تاني فانت هنا بتيجي وبتختار او وبعد كده بتبدأ تدخل بيانات عن المدرسة السنوية دي بعد كده ده الجزء الخاص بي لو انت مسلا في فترة لو انت بتدرس حاليا في جامعة فانت بتملاها لو مش بتدرس في جامعة فانت مش بتملاها هنا ده الجزء الخاص بالدرجات بتاعتك هنا ده الجزء الخاص بالكورسات مثلا اللي انت حصلت عليها اخدتها. ده الجزء الخاص باي حاجة انت عملتها. زي انشطة تعليمية. اي جوائز. اي مسابقات انت دخلتها. مسلا مسرح. مسلا مسابقات علمية. مسابقات رياضية. بعد كده ده الجزء الخاص يعني مسلا لو انت اشتغلت في عملتها طوعية مع اي جمعية انت بتبدأ تحددها وبتبدأ تبقى هنا. بعد كده دي يعني انت عايز تعمل ايه في المستقبل بتاعك? انت بتخطط لايه? ايه الشغل اللي انت عايز تشتغله? انت مسلا هتفيد بلدك ازاي? انت هتأثر في بلدك ازاي? وهكزا. وزي ما قلتلك انا علشان مطولش عليك وقت الفيديو. الحاجات دي سهلة وبسيطة انت هتدخلها مجرد معلومات عنك. ولو عندك اي سؤال اي استفسار ممكن تسيبهولي في كومنت وانا هجاوب عليه. بعد ما انت بتملك كل البيانات والمعلومات دي وبتضغط على في كل مرحلة. بندخل بعد كده على الجزء الرابع من الابليكيشن. بعد كده هنيجي في الجزء الخاص هو هنا بيقول لك هل انت عايز تقدم اي شهادات زي شهادة الساد شهادة الطفل او شهادة على سبيل المسال. سواء انت معاك الشهادة او مش معاك الشهادة لازم تختار ياس. طيب ليه لازم اختار ياس? لانه اصلا انت رايح تدرس في امريكا. لازم يكون معاك شهادة طفل او او ساد. طيب انا اختارت ياس وانا مش معاك الشهادة هاعمل ايه? هقول لك هتعمل ايه? هتيجي هنا مسلا هتفتح السهم. انت مسلا ناوي انك تمتحن امتحان طفل. فانت هنا هتيجي مسلا هتكتب الطفل. مسلا تمتحن طفل فانت هتيجي تختار طفل. تمام? لو انت عايز تختار اي امتحنات تانية هتمتحنها اضافية جنب الطفل او اي امتحان تاني جير الطفل فانت بتختاره لما بتفتح السهم وبتبدأ تختار. بعد كده هنا هتلاقيه جه واعمل لك هنا خاص بالطفل هندخل عليه دلوقتي بعد ما نجاب السؤال ده. السؤال ده هنا انت هتعمل بعد كده هتيجي تضغط على او هتيجي تضغط هنا على هو هنا بيقول لك عدد المرات اللي انت امتحنت فيها امتحنت طفل يعني انت امتحنته قبل كده كم مرة فانت هنا بتيجي تفتح السهم. لو انت امتحنته قبل كده فانت بتختار عدد المرات اللي امتحنته. لو لا هنا انت بتختار زيرو. بعد كده هنا بيقول لك انت هتمتحنه امتى في المستابع لو هتمتحنكم مرة. فانت مسلا هتيجي هنا وتختار انك هتمتحنه مرة في المستابع. وهنا هتبدأ تدخل التاريخ اللي انت هتمتحن فيه الامتحان ده. وياريت يكون التاريخ ده قبل موعد انتهاء التهديم على المنحة دي. وبعد كده هنضغط على وندخل على المرحلة اللي بعد كده في بعد كده ده الجزء الخاص بالانشاطة اللي انت قمت بها قبل كده. لو انت قمت باي انشاطة سابقة من المذكورة هنا انت بتختار ياس وبتبدأ تدخل البيانات الخاصة بالانشاطة دي. لو لا بتختار نوع بعد كده بتضغط على بعد كده بتيجي معي هنا في الجزء الخاص بالرايتنج. اول حاجة هو هنا مدي لك فانت بتيجي بتعمل تشك على المربع ده اللي هو انت متفاهم انك لازم تكتب ده. بعد كده بتيجي هنا هو مدي لك مجموعة من المواضيع. انت لازم تختار موضوع من دولة وهتبدأ تكتب عنه هنا. ويريد تكتب ستمائة وخمسين كلمة بس ما تكتبش اكتر من ستمائة وخمسين كلمة. بعد كده هتيجي تضغط على بعد كده بتيجي معي في الجزء ده هو هنا بيسألك وبيقول لك هل انت اخدت اي رفض قبل كده من الدراسة بتاعتك او منعت من الدراسة? فلو حصلت معك اي مشكلة قبل كده واخدت رفض فعلا بتختار ياس? لو لا بتختار نوع بعد كده بتيجي وبتضغط على هيحول لك على الجزء الخاص بعد كده هو هنا بيقول لك هل انت عايز تخبرنا عن اي معلومات ادفية? لو انت عايز تقول لهم اي حاجة ادفية بتختار ياس وبتبدأ تدخل معلومات عن الحاجة دي. لو لا بتختار نوع بعد كده بتضغط على وبكده احنا نكون ملينا كل الاجزاء اللي هو طالبها مننا في طيب دلوقتي احنا المفروض نعمل ايه? هنيجي هنا ونضغط على بعد كده هتفتح معاك الصفحة دي. طبعا الجامعة بتاعتنا احنا اللي هي هنضغط عليها. بعد كده ده هو مدي لك كل المعلومات اللي تخص الجامعة دي. مدي لك رقم التليفون الايميل العنوان بتاعهم وهو ده العنوان اللي احنا هنستخدمه علشان خاطر نبعت عليه الاوراق اللي احنا قلنا عليها. زي مسلا شهادة السنوية العامة او زي مسلا اثبات الكيد او اي شهادات انت حصلت عليها. كل الحاجات دي انت هتبعتها عن طريق العنوان الخاص بهم ده. ده ودي معلومات انت لو عايز تغراها ممكن تغراها. وبعد معرفنا معلومات عن الجامعة هنيجي هنا مع بعض هنضغط على الجزء الخاص به. اول حاجة هنا فتح معاك الجزء الخاص به هو هنا بيقول لك هل انت خلصت المدرسة السنوية بتاعتك في واحد يناير عشرين عشرين. انا هنا مختار اللي هو انا لسه في المدرسة السنوية يعني. لو انت خلصت فانت هنا بتفتح السهم وبتختار ياس. لو لا طبعا زي ما انا مختار هنا بتختار نوع. بعد كده هنا بيقول لك انت عايز تبدأ دراسة امتى? فهو الحاجة الوحيدة المتاحة هنا اللي هي فول عشرين عشرين. بعد كده هنا بيقول لك انت عايز القرار بتاع الدراسة بتاعتك يكون مستعجل ولا اللي هو العادي. فيحبز ان انت تختار بعد كده هنا بيقول لك هل انت عايز اي مساعدات مالية اخرى? لو انت عايز اي مساعدات مالية اخرى بتبدأ تختار اي مساعدات مالية من هنا. ممكن انت تختار مسلا الاختيار ده. لو مش عايز بتختار انا مثلا اخترت الاختيار ده. بعد كده هنا بيقول لك هل انت محتاج اي مساعدات مالية فانت هنا بتختار وبعد كده بتيجي هنا وبتضغط على وبعد كده ده الجزء الخاص باختيار الدراسة بتاعتك هو هنا بيقول لك في اي مدرسة او اي مجال انت عايز تدرس فانت هنا بتفتح السهم وبتبدأ تختار المدرسة اللي انت عايز تدرس بها. بعد كده هنا مسلا بيقول لك اللي انت عايز تختاره. فانت هنا بتبدأ تختار اللي انت عايزه. وبعد كده هنا بيقول لك لو انت عندك اي رغبة تانية او انت عايز تدرس اي مجال تاني انت ممكن تحطه هناك رغبة تانية. وبعد كده بتضغط على هو هنا بيسألك وبيقول لك هل انت قدمت على جامعة ميامي قبل كده فلو انت قدمت بتختار ياس لو لا بتختار بعد كده بتضغط على بعد كده هو هنا بيقول لك هل في حد من اخواتك قدم قبل كده على جامعة فلو في حد من اخواتك قدم بتختار ياس لو لا بتختار نو. بعد كده هنا بيقول لك لو في حد من قرائبك درس في جامعة ميامي قبل كده. فانت على حسب لو في حد بتختار ياس لو لا بتختار نو. وهنا برضو بيسألك لو في اي حد من قرائبك اللي هما درس في جامعة ميامي. فانت هنا بتختار على حسب سواء ياس او نو. وبعد كده هو بيسألك وبيقول لك هل انت بتعمل حاليا مسلا في جامعة ميامي فاحنا هنا هنختار نو. بعد كده هنضغط على كنتينيو. بعد كده هو هنا بيسألك وبيقول لك هل انت عملت اي جرام قبل كده او كان في مشكلة معك قبل كده? لو في اي حاجة بتختار ياس وبتكتب الاسباب? لو لا بتختار نوع. بعد كده بتضغط على كنتينيو. بعد كده بيدخلنا على المرحلة القبل الاخيرة في والجزء ده اللي هو خاص بالموصيين عليك. طبعا علشان انا مش مالي هنا فهو مش فاتح معي الصفحة دي. ولكن انت بمجرد ما بتفتح معك الصفحة دي. كل اللي عليك انك هتدخل البيانات الخاصة بالموصيين عليك. بعد كده هتضغط على كنتينيو وهتيجي الاخر مرحلة وهي وهنا طبعا هتلاقي يجي ابلك كل البيانات وكل المعلومات اللي انت مالتها. انت ممكن تراجعها لو في اي حاجة غلط انت هتعمل وبعد كده هتلاقي عندك زرار انت هتضغط عليه وبكده انت تكون مالية الابليكيشن الخاص بجامعة ميامي. ولكن انا هنا علشان خاطر زي ما قلت لك اني مش مالي الابليكيشن كامل عشان خاطر اشرح لك بسرعة اوفر عليك بقدر الامكان وقت الفيديو. فهو هنا مش ميديه لأي معلومات. ولكن لو عندك اي سؤال واي استفسار انت ممكن سيبولي في كومنت وانا هرد عليه. وبكده انا اكون شرحت لك ازاي تقدر تقدم على منحة البكالاريوس المقدمة من جامعة ميامي. وما تنساش تبعط الاوراق بتاعتك عن طريق البوسطة على العنوان اللي انا قلت لك عليه. اتمنى ان كل اللي شاف في الفيديو يقدم على المنحة دي. منحة سهلة وبسيطة لو اتبعت الخطوات هتقدم بطريقة صحيحة. وبرضو زي ما قلت لك لو عندك اي سؤال واي استفسار ممكن تسيبولي في كومنت وانا هرد عليه. ويريت في نهاية الفيديو ما تنساش تعمل لايك تعمل سبسكراب واشتراك في قناة وتفعل الجرس عشان تتابع معي كل ما يخص المنح. وشكرا.